في العاصمة السعودية الرياض عقدت القمة الخليجية بنسختها الأربعين وسط منطقة ساخنة مشحونة بصراع إرادات ونفوذ دولي وإقليمي اختتمت أعمال القمة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في لقاء مهد له بتوجيه دعوات رسمية لقادة الأعضاء في المجلس وهي كل من دولة الإمارات وملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت وقد عملت القمة على تعزيز مسيرة العمل والتعاون والتكامل الخليجي المشترك وناقشت أهم الملفات والتحديات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة بعد أن شهدت أجندة اللقاء ملفات في مجالات السياسة والدفاع والأمن والاقتصاد وقضايا اجتماعية وبحث أيضا في التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه المنطقة وأمنها واستقرارها لا سيما ملف اليمن والصراع الطويل فيه كما تمت خلال هذه القمة مراجعات للإنجازات التي تمت في السنوات الماضية في مسعى لتطويرها وتعزيزها ومن أهمها السوق الخليجي المشتركة والاتحاد القمرقي والنقدي وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والهيئة القضائية الاقتصادية إيران ونفوذها كان حاضرين في القمة حيث حذرت المملكة العربية السعودية من التهديدات الإيرانية لأمن المنطقة داعية لمواجهتها بحزم وعلى صعيد مجال العلاقات الدولية فإن من المخططات المستقبلية التي يضعها مجلس التعاون الخليجي على أجندته هي التطوير وعلاقات دوله مع الكثير من الدول والتكتلات العالمية واستئناف مفاوضات التجارة الحرة في إطار مساعى المجلس لضمان أمن واستقرار المنطقة خدمة لمصالحها